بسم الله الرحمن الرحيم هداف الدرس اليوم بناخذ أن نحدد الأحداث المستقلة وغير المستقلة أن توجد أو نوجد احتمالات الأحداث المستقلة والأحداث غير المستقلة هيا أشوفوا هني شون أحدد الحدثان المستقلين أو غير مستقلين ناخذ تعريف الحدثين المستقلين إذا كان احتمال حدوث أحدهما لا يؤثر في احتمال حدوث الآخر حدثين غير مستقلين إذا كان احتمال حدوث أيهما يغير بطريقة ما احتمال حدوث الآخر ناخذ بعض العبارات اللي لما أشوفها في المسألة اللي عندي أعارف أن هذه الحدثين مستقلين أو غير مستقلين سحب مع إعادة أو إرجاع لما أشوف هذه العبارة معناتها أحداث مستقلة سحب دون إعادة أو إرجاع معناتها أحداث غير مستقلة اللي نشوف مع بعض الهدف الأول ناخذ عليه مثال حدد ما إذا كان الحدثان مستقلين أو غير مستقلين في كل مما يأتي ووضح إجابتك ألقي مكعب أرقام ثم ألقي مكعب آخر أنا بيلاحظ معاكم أنه عندي مكعبين ألقيت المكعب الأول ثم ألقيت المكعب الآخر هل يتأثر كل مكعب الآخر أو لا؟ نشوف مع بعض نسمي هذه الحدثين مستقلين لأن رمي المكعب الأول لا يؤثر في احتمال ناتج رمي المكعب الثاني وبذي حددنا أن هذه الحدثين مستقلين نروح إلى مثال آخر سحب بطاقة من كيس يحتوي بطاقات مرقمة من 1 إلى 20 من دون إرجاع ثم سحب بطاقة ثانية أنا بلاحظ معاكم أنه قال لي في المثال من دون إرجاع معنات من دون إرجاع فمعنات الحدثين غير مستقلين ليش؟ لأن البطاقة الأولى لم تعد إلى الكيس ولا يمكن اختيارها مرة أخرى مما يؤثر في احتمال سحب البطاقة الثانية إذ أن عدد عناصر فضاء العينة نقص واحدا معناته أن العدد الكلي عندي لما سحبت بطاقة وما رجعتها تأثر وتغير العدد الكلي لذلك أنا أسميه وهو الحدثين الغير مستقلين كملنا بذي الشكل مثالنا وهدفنا هذه اللي هو حدد الحدثان المستقلين أو غير المستقلين وننتقل إلى هدف آخر احتمال حدثين مستقلين نقول احتمال وقوع حدثين مستقلين معا يساوي حاصل ضرب احتمالي الحدثين إذا كان الحدثان A وB مستقلين فإنه احتمال احنا خذنا رمز الاحتمال بالB افتح قوس A وB اصك القوس يساوي احتمال A تقاطع الB هذه معناته الحدثين المستقلين يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني نروح الحين نشوف المثال على هذه الأحداث المستقلة كيس به خمس قصاصات ورقية خمس قصاصات ورقية خضراء وست قصاصات حمراء إذا سحب أحمد قصاصة ولم يعجبه لونها فأعادها وسحب قصاصة من الكيس مرة أخرى فما احتمال أن يسحب قصاصة خضراء في المرتين أنا لاحظ في السؤال عندي أن أحمد سحب بطاقة ولم تعجبه فأعادها معنات أعادها فهذه الحدثين مستقلين نفس ما خذينا في البداية أني نشوف هنا هذه الأحداث مستقلة لأن أحمد أعاد القصاصة التي سحبها أولا افترض أن بي يمثل سحب قصاصة خضراء آية حط القانون فبقول احتمال بي تقاطع البي وليش خذيت اثنين هم الرمزين بي لأن أنا قلت أن أحمد سحب في المرتين القصاصة الخضراء لذلك خذيت اثنين هم بي فبقل احتمال بي تقاطع البي اللي هي الأحداث المستقلة يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني بقل يساوي أشوف عدد القصاصات الخضراء هي خمسة فبقل خمسة على أحد عشر لأن العدد الكلي خمسة زائد ستة يعطيني أحد عشر وليش حطيت خمسة على أحد عشر لأن أنا عرف الاحتمال دائما وهو عدد الشيء اللي أبيه على العدد الكلي لذلك أنا خذيت خمسة اللي هي القصاصات الخضراء على العدد الكلي أحد عشر ضرب الاحتمال الثاني خمسة على أحد عشر وليش حطيت خمسة على أحد عشر لأن أحمد أعاد القصاصة الخضراء فلما أعادها ما تغير عندي عدد القصاصات الخضراء ولا تغير عندي العدد الكلي لذلك ضربته في خمسة على أحد عشر ويعطيني الناتج خمسة وعشرين على مئة واحد وعشرين وبذلك أنا انتهيت من هذه المثال وعرفت شلون أطلع احتمال حدثين مستقلين إني نشوف المثال اللي بعده بيّن الدراسة مسحية أن خمسة وسبعين بالمئة من طلبة إحدى الجامعات لديهم رخص قيادة السيارة إذا اختير الطالبان عشوائيا فما احتمال أن يكون لديهم رخص قيادة السيارة ويفترض أن الحدث يمثل اختيار طلبة أن يكون لديهم رخص قيادة السيارة ويقول احتمال تقاطع الـ اللي هو احتمال الحدثين المستقلين يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني اقول يساوي ليش أنا حطيت احتمال الحدث الأول 0.75 لأنه أنا قلت عطاني 75 بالمئة فمعناتها 75 قسمة مئة لما طلعها تطلع لي 0.75 ضرب ايو حط الاحتمال الثاني بنفس الطريقة 0.75 يطلع عندي يساوي 0.5625 وبذي الشكل طلعت احتمال حدثين مستقلين لأي دراسة مسحية وانتهيت هنا من احتمال حدثين مستقلين واذا سحب قصاصة زرقاء فسيركب في باص النقل العام افترض ان جاسم سحب قصاصة ولم يرجعها ثانية فاذا سحب صديقه زيد قصاصة فما احتمال ان يسحب كل من الصديقين قصاصة صفراء بلاحظ معاكم اهني انه قال لي ان جاسم سحب قصاصة ولم يرجعها ثانيا فمعناته لما خذينه في البداية من العبارات لم يرجعها او لم يعيدها معناته احداث غير مستقلة نشوف شلون باحل هذه السؤال ايه اقول احتمال الحدث الاول تقاطع الحدث الثاني اللي هو الاحتمالات الغير مستقلين يساوي احتمال الحدث الاول ضرب احتمال الحدث الثاني ايه اشوف طريقة تحلي لهذه السؤال اقول يساوي قال لي اهني احتمال الحدث الاول خمسة على ثمانية ليش؟ لانه قال لي القصاصات اللي انا خذيتها صفراء وانا عرف ان عدد البطاقات او القصاصات الصفراء خمسة العدد الكلي للقصاصات خمسة زائد ثلاثة هو ثمانية لذلك انا حطيت خمسة على ثمانية انتبه ان انا القصاص الصفراء لم ارجعها فيا اشوف زيد اي لون القصاص اللي سحبها نفس الشي زيد سحب قصاص صفراء فبطالع الاحتمال الثاني معاكم حط لي اربعة ليش اربعة؟ لانه سحب جاسم بطاقة ولم يعيدها لذلك انا حطيت اربعة المقام حطيت سبعة اللي هو العدد الكلي ليش؟ لان جاسم لما سحب البطاقة ولم يرجعها فتأثر العدد الكلي اللي هو فضاء العينة وصار سبعة لذلك انا حطيت اربعة على سبعة فيساوي خمسة على اربعة عش وبذلك انا انتهيت من مثالي في الاحداث الغير مستقلة واشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفاوغ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة